على الرغم من استمرار سريان الهدنة القصيرة التي اعلن عنها يوم الصبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الا ان الاشتباكات المسلحة تجددت بين الطرفين في العاصمة الخرطوم وفي مدينة الفاشر شمالي درفور اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع وسمعت اصوات لمدفاعية ثقيلة وفي الاثناء نشر الجيش السوداني مقطع فيديو للاشتباكات بين قواته والدعم السريع في مدينة ام دورمان واتهم طرف النزاع بعظهم البعض بخرق الهدنة اذ اعلن الجيش السوداني صد هجوم على المدرعات من قبل الدعم السريع مع تدمير ست عربات على الجانب الاخر قالت قوات الدعم السريع ان الجيش اخترق الهدنة الانسانية وقام بالهجوم عليها في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفاعي والهجوم البرية واتهم طرف النزاع بعضهم البعض بخرق الهدنة اذ اعلن الجيش السوداني صد هجوم على المدرعات من قبل الدعم السريع مع تدمير ست عربات هذا ما دفع العديد من المراقبين الى التخوف من انهيار الهدنة الاخيرة والتي من المفترض ان تستمر لمدة اسبوع لا سيما ان مصير سابقتها لم يكن مبشرا اذ تعرضت نحو 12 هدنة سابقة لانتهاكات جمع في غضون ذلك اعلنت الخارجية الامريكية ان علية مراقبة وقف اطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة في الرابع والعشرين من مايو معضحة ان هذه الانتهاكات تضمنت استخدام المدفاعية والطيرات الحربية والمسيرات مؤكدة استمرار الاتصالات مع طرفي الصرع